سوق الألعاب الإلكترونية واسع الانتشار باستثمارات ضخمة ومكاسب متزايدة أثبتت أنها لا تتأثر بالأزمات مثل جائحة كورونا والحروب والكوارث الطبيعية الإغلاقات والإجراءات التي اتخذتها الدول بسبب كورونا في عام 2020 كانت كارثية على عدد كبير من القطاعات إلى أن قطاع ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط حقق نموا كبيرا حيث لجأ إليه الأشخاص للترفيه وتمضية وقتهم في المنزل بلغت قيمة قطاع ألعاب الفيديو العالمي في العام الماضي نحو 198.40 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 339.95 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقا لشركة موردور التحول الكبير جاء بعد أن أطلقت نينتندو لعبة أتاري في عام 1972 لينطلق القطاع الترفيهي الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات في طريق نمو لا أرباح ألعاب الفيديو وصلت إلى 175.8 مليار دولار عالميا العام الماضي وكان نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 6.3 مليار دولار بنسبة نمو 4.8% على أساس سنوي وفقا لموقع نيوزو بلغت إرادات منطقة آسيا والمحيط الهداء عام 2021 نصف الإراد العالمي بنحو 88.2 مليار دولار تليها منطقة أمريكا الشمالية بنسبة 24% وأوروبا بنسبة 18% بينما حققت أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4% من إرادات القطاع لكل منها ترجمة نانسي قنع